وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مستشار المركز العراقي لدراساته الستراتيجية الدكتور غازي فيصل أهلا ومرحبا بك دكتور غازي بداية وفقا لتصريحات حكومة في بغداد وزارة الهجرة تقر أن 55% من النازحين لا يزالون في المخيمات إلى ماذا ترجع عدم عودة النازحين لمدنهم؟ شكرا جزيلا وتحيات لك أستاذ أفل أعتقد أن التقديرات أو الأرقام التي تصدر من المصادر الحكومية الرسمية مع الأسب غير دقيقة إذا ما تبقناها مع الواقع هناك معلومات من خلال الاتصالات مع الناس والأهل في الموصل على سبيل المثال ما زالت المناطق والأحياء اللي دمرت واللي يجيد عن 80% ما زالت مدمرة وما زالت هناك جثث تحت الأنقاض هناك أكثر من دعش ألف قتيل في الموصل هناك أكثر من ثلاث ثلاث مفقود هناك بنية تحتية مدمرة ما زالت الجسور الكهرباء المستشفيات المياه المصانع اللي دمرت حتى يعود النازح يفترض أن يعود إلى عمله يعود إلى مسكنه يعود إلى مدنة مدمرة بعد ما يتم إعادة بناءها نحن لم نلاحظ وجود أي برامج أو مشاريع أو استراتيجيات تنفيذية لإعادة بناء هذه المدن الفلوجة على سبيل المثال قصفت بالبراميل المتفجرة أيام المالكي وهجر البشر بالملايين من الأنبار من مختلف المدن أكثر من خمس ملايين ومائتين ألف نازح اليوم في العراق إذا عاد اليوم ألف أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة أو كمسة هذا لا يحل المشكلة الجوارية أيضا في المعسكرات أو في المخيمات تنتشر الأوبئة يا سيدي الكريم هناك أكثر من 5 أو 30 وباء هناك انتهاكات خطيرة أشارت إلى الأمم المتحدة وتتمثل بالاعتداءات الجندية بالكلام عن هذه الانتهاكات وجنابكم ذكرتم الأعداد بالنسبة للنازحين هؤلاء نزحوا نتيجة العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وحكومة بغداد ادعت أن هذه العمليات من أجل حفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم برأيكم إلى أي مدى كانت حكومة بغداد صادقة بهذه الادعاءات نعم نعم أنا لا أعتقد أن حكومة بغداد كانت صادقة في مسألة حماية المدنيين لأن كان هناك انتهاكات خطيرة بافتخدام في بعض الأحيان أسلحة محرمة سواء من قبل القوات الدولية قوات التحالف الدولي أو من قبل فصائل في الحشد أو من قبل بعض الصنوف في القوات أو في الجيش العراقي أيضا نذكر تماما أن هناك استخدام للقوة المفرطة على سبيل المثال استخدمات التواريخ استخدمات المدفعية الثقيلة كل هذه الأسلحة الثقيلة التي استخدمت ضد المدنيين أو ممكن يكون ضحاياها من المدنيين تحت مضلة الحرب على الإرهاب وهي بالتأكيد حرب مشروعة لكن يفترض حماية المدنيين عندما نشن عمليات عسكرية على الإرهاب والمنظمات الإرهابية لكن مع الأسف لم يكن هناك دقة في التصويب أو لم تستخدم ما يسميه بالأسلحة الذكية الأسلحة التي استخدمت هي أسلحة تقليدية وممكن يكون الخطأ في الأهداف المحددة ضمن إطار استخدام الأسلحة التقليدية غير دقيق كما في الأسلحة الذكية كما تعرف حضرتك المشاهدة ميليشيات الحجد الشعبي منعت أن زحيمنا العودة إلى مناطقهم في ما قال عنه مراقبون أنها محاولة للتغيير الديمغرافي في تلك المناطق برأيكم ما هو دور الميليشيات في هذا الأمر أيضا هذه المعلومات خطيرة هناك بعض التقارير التي تشير إلى هذه المسألة التي تفضلت بها حضرتك أيضا نتذكر موضوع جرف الصخر والذي أشار إليها دكتور حياد علاقوي وبلغ أنه لا يمكن العودة النازحين إلى جرف الصخر إلا بموافقة إيران وكأنما جرف الصخر يعود موضوعها أو موضوع الأمن في منطقة جرف الصخر للإدارة الإيرانية ولولاية الفقيه هذه كوارث أيضا النازحين مدى يعودون إلى مناطقهم في الواقع بذرعة أو أخرى لكن بالتأكيد تشكل هذه كلها انتهاكات خطيرة لحرمات وبرامج حماية النازحين عودة النازحين الآمنة إعادة عمار البدن إعادة عمار البنية التحتية للمدن المدمرة شايد الكريم فلف العراق كان تحت سلطة وإدارة دولة الخلافة الإسلامية وبالتالي هذه المناطق أيضا قامت ميليشيات العصابات الغرهابية لداعش بالتدمير والاعتقال والأعدام والآخره وبنفس الوقت أيضا حكومة أغداد أو القوات المسلحة أو الميليشيات إلى آخره أيضا مارست التدمير إذن هناك تدمير مزدوج يجب إعادة البناء الأعمار الشامل لهذه المناطق بصورة كاملة ووضع برنامج واستراتيجية لإعادة النازحين إلى مناطقهم لا يمكن أن يعيش خمس ملايين ومئتين ألف إنسان مواطن عراقي في المخيمات هذا شيء غير معقول تذكر حضرتك يوم الخميس الماضي المفوض السامي لشؤون اللاجئين يتحدث عن ستة وستين مليون نازح في العالم ربعهم من سوريا والإراق هذه كارثة كبيرة بسبب الحروب التي دمرت المنطقة ودمرت المدن ووحدة من أسباب انتشار هذه الحروب المدمرة بالتأكيد السياسة الإيرانية الإجرامية واستراتيجيتها لتدمير منطقة الشرخ الأوسط وخصصا العراق وسوريا مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا